هذه الآية من سورة البقرة تذكروني بموقف حصل معي ذات مرة زرت فيلسوفاً يابانياً في إحدى المدن اليابانية كان تعرفت عليه لأنه هو الذي ترجم مقدمة ابن خلدون من اللغة العربية إلى اللغة اليابانية وهو في نفس الوقت مسؤول معبد كبير في هذه المدينة ويقال إن صنم بوذا الذي في هذا المعبد هو ثاني أكبر صنم في العالم من حيث الحجم فالرجل أكرمني وسمح لي فيما لا يسمح عادة به للآخرين لزوار الآخرين بأن أرتقي معه إلى المنصة التي عليها الصنم فوقفنا عند قدم البوذا وبدأ يشرح لي قائلاً إن كثيراً من المسلمين يسيئون فهمنا يظنون أننا نعبد هذا الصنم أو نعبد بوذا قال كل ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نصل مباشرة إلى الإله الأعظم إلى الخالق فلابد ممن يوصلنا إليه قلت لا على العكس تماماً على العكس بما تظن نحن نفهمكم تماماً الله أخبرنا بأنكم إنما تتخذونهم ليقربوكم إليه زلفة فهذه الآية كلما قرأتها أتذكر ذلك الموقف إذ يندد الله تعالى بالذين يتخذون أصناماً ويعتبروها نداً لله وطبعاً عرب الجاهلية معروف أنهم كانوا لا ينكرون الخالق كانوا يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب يعني موقف الإسلام في هذا الأمر موقف حاسم قاطع حاد لا مجال فيه للأخذ وتأخذ تعطي الله وحده الخالق المصور المدبر لهذا الكون هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون أن يشرك به شيء هذه الآية حقيقة تتحدث عن الأنداد والأنداد قد يكونون أصناماً وقد يكونون بشراً والذي أميل إليه من خلال سياق الآية وخاتمتها أن المقصود الأكبر في الآية من الأنداد هم البشر الذين يحبهم الناس حباً يتبعونهم من خلاله بالباطل فيصلون في قلوبهم إلى درجة الألوهية في المحبة لأن التبرؤ في الآخرة يكون من الذين يكون تبرؤ الذين تتبعوا من الذين اتبعوا تبرؤ من طرفين فيمكن أن يكون هذا التبرؤ من هؤلاء الأنداد ليس فقط من البشر وإنما من الجن والملائكة وكل ما اتخذ نداً لله لا سيما اليوم في عالم اليوم ممكن أن يكونوا من الطغاء أو ممكن أن يكونوا من المفكرين أو ممكن أن يكونوا من الرموز بعض الناس يصل في قلبه باتخاذ شخص مبطل مفسد محبوباً يحبه كحب الإله يعني بمعنى يهيمن عليه فيسيره يتبعه اتباعاً مطلقاً مستعد أن يحارب الكون من أجله مستعد أن يحارب الدنيا من أجل أن يبقى متبعاً لهذا الباطل هذا تأليه لهذا الند ولو كان من البشر العاديين أو كان من الناس العاديين ذلك فرعون قال أنا ربكم الأعلى هذا يؤيد كلام حضرتك أنه فعلاً يعني المقفود هو يعني البشر أو ما يقارب البشر لذلك فرعون اتخذ هذا الموقف واعتبر نفسه إله أنه لا أعلى منه يعني على خلاف ما يظل الآخرون يعني أنه يعني هناك آله أدنى وهناك إلى أعلى فهو قطع هذه المراحل وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الأخيرة يعني هذا يشبه عندما يأتي أحد الشعراء ليمدح الحاكمة بأمر الله الفاطم فماذا يقول له يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار هذا اتخذ من دون الله نداً يحبه كحب الله وكذلك الذي كان يردد الشاعر الذي يقول آمنت بالبعث رباً لا شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثاني هذا هذا اتخاذ أنداد من دون الله يحبونهم كحب الله ويؤمنون عليهم يسيطرون عليهم فعندما يأتي أحد فيقول أنا البعث ديني أو أنا التوجه الفلاني من التوجهات الباطلة هو ديني وهو معتقدي وفلان الرمز هو الذي أدين له بالولاء المطلق هذا اتخاذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله وهذا هو الذي ستكون عاقبته في الآخرة تبرؤاً منه ومعاداتاً له تعرف أنيك نهار شوف مقطع فيديو انتشر لشخص غالباً عن جهل هو يقول هذا الكلام لكنه كلام خطير يعني وديه داية يريد أن يثني على ولي أمره على الحاكم في بلده فيقول نحن معه في كل ما يفعل في كل ما يقول وإذا دخل جهنم سندخل معه يا رطيف يعني 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 أيضاً في الآية ومن الناس من يتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله الأصل في الحب أنه هو مشاعر قلبية نعم وعادة المشاعر القلبية لا يكون الإنسان متحكماً بها لكن هذه الآية تدلنا بشكل واضح على أنه مشاعر الإنسان هناك مشاعر فعلاً لا إرادية تختلج داخل الإنسان ممكن أن يحب إنساناً أكثر من آخر ولكن أيضاً هذه المشاعر التي يحملها الإنسان هي مشاعر قابلة للتغذية وقابلة للإماتة فالإنسان الذي يغذي قلبه بحب الباطل يتعلق به ويحبه والذي يغذي قلبه بحب الله يتعلق به ويحبه فلذلك هي رسالة أنه مطلوب من الإنسان أن يحافظ على مشاعره وأن يغذيها ويوجهها بالاتجاه الصحيح هو حب حب الله يعني أنك لا يمكن أن يخطر ببالك أن تغضب الله في شيء ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني معنى آخر أحب من الزوجة والأولاد والأموال وكل ما يمكن أن يخطر ببالي المرء لأن حب الله وحب رسوله يعني طاعة مطلقة وتجنب لكل ما يمكن أن يخالف عمرهما أو يؤدي إلى إغضابهما وبداية الآية يبدو يعني أن يتخذ كما ورد في العديث أن تتخذ لله ندا وهو خلقك يحبونهم كحب الله يعني حبا مساويا لحبهم لله ويبدو أن هذه القضية يعني قضية التأليه أو يعني إنكار الخالق لم تكن سابقا موجودة إلا على قلة وكانوا يسمون بالدهريين أما الآخرين فكانوا دائما ومنهم مشركوا قريش إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفه القضية هنا أنه الإنسان في قضايا الحب أو في القضايا المشاعرية عادة الإسلام لا يرتب أحكاما تكليفية يعني بمعنى هو يتيح لك أن تحب من تشاء ولكن يقول لك إذا أحببت لا تنحرف ومش مشكلة أن تكره أو تشعر بقلبك بنفور المهم أن لا تظلم ولا يجرمنكم لكي أروا قوم على أن لا تعديلوا تعديلوا وأقربوا للتقل لذلك حتى هذا كان يطمئن الناس أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم الأصل العلاقة بين الحاكم والمحكوم مش قائمة على الحب يعني بمعنى ليس بالضرورة أن تكون قائمة على الحب عندما لقي عمر بن الخطاب قاتل أخيه زيد بن الخطاب قال له والله إني لا أحبك يعني أنا لا أطيق أن أراك فقال له هذا الرجل وقد دخل في الإسلام بعد ذلك قال له بكل بساطة هل هذا يمنعني حقا لي عندك قال لا قال هل هذا يدفعك أن تبخسني حقي أو تظلمني قال لا قال فأحببني أو لا فإنما يأس على الحب النساء بدك تحبني حبني يعني براحتك فالقضية هي مخرجات هذا الحب ماذا ينتج عن هذا الحب هنا الآية بتتحدث عن أن الحب هذا أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ليدلنا ليدلنا على أن الحب الذي يملكه المرء المؤمن في قلبه لله تبارك وتعالى يشكل الركيزة الأساسية والقوة الدافعة من أجل امتثال أوامر الله تبارك وتعالى تعرفت هذه لفظة كحب الله تعني أنهم يعتبرونهم آلهة أنه طبعا اللهوهم في قلوبهم يطيعونهم طاعة عمياء ويتبعونهم اتباعا أعمى تماما لذلك هذه الكارثة أنه يوجد إنسان يخضع لمخلوق محبة يعني أحيانا بعض الناس يمكن أن يخضع لمخلوق خوفا ورهبة يمكن أن يخضع لمخلوق جبلا زلا من عندي نفسه الكارثة الكبرى أن يخضع لهذا المخلوق الظالم والمجرم أو المبطل أن يخضع له حبا أن يكون يحب الباطل أن يكون يحب هذا الإنسان المبطل يعني كحب الله إما أن يكون أن يحبونهم حبا مساويا لحبهم لله مشتركا بينهم وبين الله أو أنهم يحبونهم حبا مطلقا كما يحب المؤمن ربه يعني حبا مطلقا والذين والذلك يعني الآية بعد ذلك قالت والذين آمنوا أشد حبا لله يعني معناها وأشد هذا أفعل تفضيل يعني معناها الحب الذي يحبه المؤمن لربه لا يعجله حبا على الإطلاق وليس كحب هؤلاء لأندادهم لمن يتخذونهم أندادا هذه الآية فيها والذين آمنوا أشد حبا لله تبين حقيقة العلاقة القلبية بين المؤمن وربه إن العلاقة القلبية بين المؤمن وربه في أصلها قائمة على الحب فالمؤمن يحب الله تبارك وتعالى وهي تقر ولا تنفي أن المؤمن يحب غير الله تعالى يعني ممكن أن يحب الأغيار يمكن أن يحب زوجته أولاده أباه أمه يمكن أن يحب المال يمكن أن يحب القصور يمكن أن يحب كل هذا ولكن كل هذا الحب لا يمكن أن يكون في قلبه شيئا أمام حبه لله حبه لله تعالى أشد فلذلك عندما تأتي حالة المفاصلة في الحياة بين حب الله تعالى وبين حب غيره فالمؤمن ما عنده أي حالة من التردد في أن يقدم حب الله تبارك وتعالى وإلا لم يكن مؤمنا ولم يكن مؤمنا لذلك مثال ذلك ما جرى مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال كان سعد رضي الله عنه أشد الناس حبا لأمه وبالرنبها وعندما أسلم وكان يضرب به المثل بحب أمه ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب سعد لأمه فعندما أسلم قامت بعملية إضراب عن الطعام أضربت عن الطعام وقالت له لا أكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد أو أموت فتسبك العرب أنك قتلت أمك وبقيت أياما لا تأكل ولا تشرب حتى أجهدها الجوع والعطش فدخل عليها وكل يوم يدخل عليها يرجوها أن تأكل يقدم لها الطعام وهي ترفض في يوم الأيام دخل عليها وقد فقدت وعيها من شدة الجوع فنضح الماء في وجهها فلما أفاقت قال لها يا أمه والذي نفس محمد بيده لو أن لك مئة نفس خرجت أمامي نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركته فاكلي أو داعي فما كان منها إلا أن أكلت هذا موقف مفاصل بين ما يحبه بين حبه لغير الله وبين حب المؤمن لله أنه عند المفاصلة لا يمكن أن يقدم شيئا على حبه لله تبارك وتعالى وهذا الحب هو الذي يدفع المرأة إلى الفداء وهو الذي يدفع المرأة إلى التضحية وهو الذي يدفع الإنسان إلى امتثال الأوامر والرسول سلام أراد أن يعلم حتى سيدنا عمر الذي هو الشخص الثاني بعد أبي بكر لما قال له يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من أمي وأبي ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جنبي فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك فما بال حبه لله إذا كان هذا حبه لرسول الله الذي ينبغي أن يقدمه على حبه لنفسه وأهله وأقرب الناس إليه فما بالك بحب المسلم المؤمن لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مقدما حتى على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هذا الحب لله بالخير تذكرت أن يعني كما لو أن الحب المطلق لله شرط من شروط الإيمان أو يمكن أن يستنتج هذا من الكلام لكن الحقيقة أنه ليس ليس كل من يعبد الله يحبه بنفس الدرجة يعني الحب لله مراتب وربما يصل إلى ذروته عندما يعبد الإنسان ربه لا خوفا ولا طمعا لأن هناك من يعبد الله خوفا وهناك من يعبد الله طمعا فإذا حلق في الأجواء تجاوز كل ذلك يصبح تصبح عبادته بسبب حبه لله أنا كنت أنا شاب صغير دائما أتساءل ماذا يعني أن نحب الله ورسوله يعني هذا الحديث اللي أنا ذكرته مسبقا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سبعه طب كيف يعني طب أنا كنت أقول لنفسي يمكن كان عمري 13-14 سنة أنا لا أشعر بذلك متى أشعر أنني فعلا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الله الحقيقة لا يأتي هذا إلا بالقرب منهما لا يأتي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة سيرته والاستنان بسنته ورؤيته كنموذج ومن خلال رؤيته كنموذج للإنسان ولا يحصل الحب المطلوب لله سبحانه وتعالى إلا عندما نتفكر في إعجازه في ملكوته في نعمه علينا ونشعر بأننا بدون هذه النعم لا شيء يعني معنى آخر أن هذا وأنت ذكرت طرفا من ذلك أن هذا الأمر يحتاج إلى تغذية تغذية نعم يحتاج إلى بناء لذلك حب الله تبارك وتعالى دائما يأتي من خلال حب الله وحب رسوله من خلال معرفتهما لا يحب الإنسان من يجهل يعني بمعنى اليوم لو سألت لو أنك قلت لأحد من الناس حدثته شيئا يسيرا عن رمز من الرموز عن أحد من الصحابة فإنه يمكن أن يحبه قليلا لكن اليوم مثلا لو قلنا لماذا يحب الناس عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه لماذا يحب المسلمون أبا بكر الصديق لأنه في حالة من الذكر الكثير والذكر الدائم لهما عندما يستشعر الإنسان نعمة الله عليه هناك ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله لما يغذوكم به من النعم وأحبوني لحب الله إياي يعني الإنسان عندما يستشعر النعم التي يعيشها من الله تبارك وتعالى كل النعم التي يعيشها وأولها أنه خلقه وجعله مسلما هذه النعمة التي أعظم النعم على الإطلاق أنه لم يجعله لا يسجد لشجرة ولا يسجد لكوكب ولا يسجد لبقرة ولا يسجد لمخلوق وأنما يسجد له وحده دون من سواء وعندما يستحضر الإنسان معاني رحمة الله تبارك وتعالى وعندما يستحضر الإنسان معاني ما يعطيه وينعم عليه في كل تفاصيل حياته فإن قلبه يتعلق به إضافة إلى أن حب الله تبارك وتعالى هي لاستلزم دوام ذكره الأكثر حبا لله هم الأكثر ذكرا لله الأكثر تذكرا له الأكثر استحضارا له لذلك قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خشية وفاضت عيناه حبا فاضت عيناه شوقا الإنسان عندما يعيش الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعرف سيرة النبي كيف كيف سيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سيشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستشعر فضل النبي عليه وعندما يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل عليه أكثر من فضل أبيه وأمه الإنسان لماذا يحب والده ووالدته لأنه دائم الرؤية لهما ودائم المعرفة بهما ودائم التعلق بهما وعندما يصل الإنسان إلى أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الله تبارك وتعالى أكثر مما يعرف أباه وأمه وكما يعرفهما فإنه سيحبهما أكثر مما يحب أباه وأمه وولده وزوجته ونفسه أيضا والإيمان والحب لله يزيد بالطاعات فكلما يعني بارث المؤمن مزيدا من الطاعات ومزيدا من الأذكار ومزيدا من الأعمال الصالحة زاد حبه لله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات ولذلك قال العلماء الإيمان ومنه الحب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن الطريف أن الشاعر قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديعه لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه في تعليقي على هذا أنا أكثر مرة ذكرت وأحب أن أقول دائما بأن الإنسان لا ينبغي لنا أن نحكم على الإنسان العاصي أنه لا يحب الله تعالى ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان قد يحب الله تبارك وتعالى وتغلبه نفسه فيكون حبه لله هو السبيل إلى عودته إلى الجادة الصحيحة دائما الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر والصحابة قالوا فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله فقال أحد الصحابة أخزاك الله ما أكثر ما يؤتبك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم فوالله ما علمت وهذه هنا ليست للنفي وإنما للتأكيد فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله نعيمان النبي عليه وسلم يؤكد أنه يحب الله أنه يحب يشهد له أنه يحب الله ورسوله حب الله تبارك وتعالى هو من أكثر ما يحتاجه الإنسان المؤمن في حياته من أجل أن يخفف عليه مشاق الطريق والمصائب التي تنزل به الإنسان عندما يستشعر حبه لله تبارك وتعالى فأنه يستشعر أن كل بلاء قادم منه هو إنما قادم من محبوبه يريد به خيرا فيصبح حاله كحال المثل ضرب الحبيب زبيب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان في سكرات الموت وكانت تشتد عليه سكرات الموت فماذا كان يقول كان يقول يا رب أخنقني خنقاتك فوعزتك وجلالك إني أحبك يا رب أخنقني خنقاتك فوعزتك وجلالك إني أحبك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان مجاب الدعوة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن تجاب دعوته في يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ارمي سعد في ذاك أبي وأمي اللهم أجب دعوته اللهم سدد رميته وأجب دعوته فكان لا يرمي رمية إلا أصابت ولا يدعو دعوة إلا أجيبت سعد بن أبي وقاص كان يأتيه الصحب الكرام إذا مرض أحدهم فيدعو الله عز وجل أن يشفيه فيشفى بإذن الله عز وجل كان مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص فقد بصره في آخر حياته ومرت أيام الصحب قالوا هذا رجل مجاب الدعوة سيدعو الله عز وجل ويرد عليه بصره أيام مرت ولم يدعو فجاءوا إليه قالوا يا سعد ما لك ألم تدعو الله أن يرد عليك بصرك فقال لهم قضاء الله عندي أحب إلي من بصري يا سلام قضاء الله عندي أحب إلي من بصري عندما يحب الإنسان الله تعالى فإن قضاء الله عليه يصبح محبوبا إلى قلبه يستشعر بمحبته في قلبه فيكون هذا مهونا لأي مصاب عليه ومخففا لأي ألم يعيشه في حياته هذه الآيات تتكلم عن مشهدين المشهد الأول في الدنيا وكيف أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الأنداد يؤثرونهم على الله ويحبونهم كحب الله ولكنهم لذلك حرفوا عن السبيل إذ يطيعونهم وإذ أصبحوا بالنسبة لهم الموجه وأصبحوا بالنسبة لهم يعني المنارة التي تنير دروبهم ثم يوم القيامة مشهد ينكشف فيه هؤلاء وينكشفون أمام من اتخذوهم أندادا لله إذ يتبرؤون منهم قبل التبرؤ بيجي تحقيق المشهد تحقيق الحقيقة وبرزوا لله جميعا الآية أن القوة لله جميعا يعني بمعنى عندما برزوا لله تيقنوا أن القوة لله جميعا إذ هؤلاء الذين ظلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بحبهم لهؤلاء الأنداد الذين ظنوا فيهم القوة وخضعوا لهم أيقنوا الآن أن القوة هي لله وأنه لا فائدة ترجى منهم لا فائدة ترجى من محبة أولئك القوة لله تبارك وتعالى الناس لماذا يحبون الآخرين يحبونهم لعدة أسباب إما يحبون القوية لقوته أما يحبون الجميل لجماله أو يحبون المنعم لإنعامه نعم وهذه الصفات الثلاثة في إطلاقها ليست موجودة إلا في الله تبارك وتعالى فهو الجميل وهو القوي وهو المنعم وكل ما يفعله البشر من هذه الصفات الثلاثة إنما هي صفات مستمدة من قوة الله لا ويوم القيامة تنكشف الأمور لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يعني ما فيش هما لما رأوا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب خلاص أيقنوا ماذا يفيدهم هؤلاء الذين اتبعوهم في الدنيا والذين كانوا يشيدون بهم وكانوا يكيلون لهم المدائح وكانوا ربما يجلسون على موائدهم ويتنعمون بعطاياهم لم ينالوا منهم إلا التبرؤ التبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب يعني الطرفاني رأوا العذاب محدقا بهم وتقطعت بهم الأسباب لأن هؤلاء كانوا في الدنيا هم أسباب وصولهم كانوا هم الواسطة كانوا هم وسطات الوصول في الآخرة تقطعت هذه الواسطات لا وص لهم لا شيء لهم لا أسباب نجاة لهم فالإنسان العاقل هو الذي يتعلق بالأسباب الحقيقية للنجاة الأسباب الدائمة الإنسان العاقل لا يتعلق بالأسباب الموهومة والأسباب المنقطعة أسباب الخلق منقطعة دائما والله تبارك وتعالى أسبابه لا تنقطع ذلك لما جاء الحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام ليكلمه وكان من عقلاء العرب فأراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دعوته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعك من هذا يا حسين قل لي كم من إله تعبد كم تعبد من إله فقال سبعة قال إذا أصابك ضر أو مكروه من تدعو قال الذي في السماء قال أليق بك يا حسين يعني وأنت العاقل المعروف بين العرب بعقلك ورجاحتي أليق بك يا حسين أن تعبد الذي في الأرض وتشرك الذي في السماء وتدعو الذي في السماء خطب عقله خطب عقله لأنه عاقل كم تعبد من إله لأنه عاقل عاقل حقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يوجهه كيف يخاطبه نعم فلذلك الإنسان يعني دائما لابد من تذكيره بالله عز وجل كم تعبد من إله ماذا تعبد أنت تعبد الله أم تعبد مخلوقا أم أي شيء على فكرة كثير من الناس نعم يأتون من الأعمال ما يظنون أنه بسيط نعم ولكنه في حقيقة الأمر يقعهم في الشرك ودون أن يدركوا ينتهي بهم الأمر إلى أن يعبدوا أندادا من دون الله إذا أطاع إنسانا عن علم وعن عمد وإصرار فيما فيه معصية لله تعالى فهذا فيه خطر أن يكون قد وقع في ذلك وتقطعت بهم الأسباب يعني عندما ينكشف الغطاء وتتقطع هذه الأسباب جميعا ويرونها كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخاطب الأمة بما فيها المؤمنين يعني الذين يضعف بعضهم أحيانا ويمجد بعض أسباب العشائرية والقبلية والإقليمية والوطنية وهذه الأسباب الكثيرة يريد أن يقول لهم يوم القيامة عندما ينكشف الغطاء تتقطع كل هذه الأسباب لم تعود لكم أسباب لا لآبائكم ولا لأمهاتكم ولا لأسركم ولا لعشائركم ولا لقبائلكم ولا لأوطانكم ولا لأصدقائكم ولا لمن كنتم في الدنيا تظنونهم أسباب أن يعتمدوا عليها هؤلاء كلهم عندما ينكشف القطاع يوم القيامة كلهم أسباب واهية تتقطع ولن تستفيد منها شيئاً ألا يتخذ اليوم عدد كبير من الحكام أمريكا نداً من دون الله نعم يحبونها مش كحب الله أشد من شب الله ويرون أنها المتصرف المطلق في هذا الكون ويرون أنها المتصرف الأوحد في هذه الأرض لا يطلبون رضى الله أبداً مقابل رضى أمريكا مقابل درجة مطالبتهم برضى أمريكا همهم أن يرضى عنهم البيت الأبيض وهمهم أن لا يغضبوا الرئيس الأمريكي وهمهم يعني هذا تجسيد لحالة تأليه تأليه لهذا النظام الذي يعيث فساداً في الأرض الله تبارك وتعالى يبين أن يوم القيامة ستجدون أن القوة الحقيقية ليست قوة أمريكا وليست قوة الكيان الصهيوني وليست قوة أي نظام في هذه الأرض القوة الحقيقية لله وتعلقكم بأمريكا وظنكم أن أمريكا ستنفعكم وأن أمريكا كانت تحمي عروشكم في الدنيا ستتقطع أسبابه في الآخرة وسترون أنه لا قيمة لكم ولا لأمريكا بل سترون أنكم ستتبرؤون منها وستتبرأ منكم وستلعنونها وستلعنكم في يوم القيامة مشاهد التقطع الأسباب في القرآن الكريم على فكرة متعددة ومرعبة مثلا في سورة الحاج وتضع كل ذات حمل لها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد في آيات أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأميه وأبيه وصاحبته ومنيه وفي آية أخرى وفي السيارة التي تؤويه ومن في الأرض جميع ومن في الأرض جميع يعني معنى آخر أنه هداك يوم القيامة بيجي الإنسان يطلب خلاص ذاته ولا علاقة له بأحد لا يبقى سبب كل الأسباب تتقطع لذلك حتى تقطع الأسباب لا يكون فقط في يوم القيامة بل من لحظة الدفن الأولى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإنسان إذا مات تتبعه ماله وأهله وعمله فإذا دفن لا يبقى إلا عمله يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله الإنسان عندما يموت انقطعت أسبابه لم يعد له أحد يعينه إلا ما قدم بنفسه وما بذل بذاته فلذلك لذلك الله عز وجل قال سنكتب ما قدموا وآثارهم الفكرة أن الإنسان يقدم لنفسه ما يكون سببا له أما ما عد ذلك لا الأهل سيكونون سببا ولا العشرة ستكون سببا ولا العزوة ستكون سببا ولا المال سيكون سببا اليوم بعض الناس عندهم العقلية الفرعونية يظن أنه بمنصبه يستطيع يفعل ما يشاء وبعضهم عنده العقلية القارونية يظن أنه بماله يستطيع أن يفعل ما يشاء ويطرق كل الأبواب ولا أحد يقف في وجهه وبعضهم عنده العقلية الإبليسية يظن أنه بعلمه يستطيع أن يحقق ما يريد ولكن هؤلاء عندما اعتمدوا على هذه الأسباب ولم يعتمدوا على الله تبارك وتعالى تقطعت عنهم الأسباب بمجرد موتهم والرسوة سلام كان يربي أصحابه والأمة حتى قضية السببية في ذات يوم ماطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد صلاة الفجر أصبح اليوم منا مؤمن وكافر فقالوا لماذا يا رسول الله؟ قال من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالرسوة سلام أراد أن يربي الأمة حتى قضية السببية هي قضية منطقية موجودة في الدنيا لكن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى حتى في قضايا المطار وقضايا الرزق وقضايا هذه القضايا يعني ينبغي دائما أن ينظر فيها الإنسان المسلم إلى مسبب الأسباب إلى الله سبحانه وتعالى قضي يضعف الإنسان وفعلا يعني لما تمر على المسلمين على الأمة أحيانا أوضاع ضاغطة وصعبة وشديدة يعني بعضهم بالله شعور يقول إذا تدخلت أمريكا يكون كذا إذا تدخلت كذا يكون كذا إذا فمن حيث لا يشعر وكأنه يشرك بالله سبحانه وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما وضع إبراهيم من جنيق ليقذف به في نار النمرود نعم نعم نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا إبراهيم ألك حاجة فقال أما لك فلا هذا جبريل تخيل يعني رأى وهو يرى النار أمامه يرى النار أمامه وسيقذف فيها وينزل جبريل الملك ويقول له لك حاجة يقول أما لك فلا هذا الذي يكون قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى فقال يا إبراهيم سل ربك فقال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فكانت العاقبة فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو ذكر الأسباب أو تحليل الأسباب أو فهم الأسباب لا مشكلة فيه وإنما المشكلة أن لا ينسب الفضل إلى الله نعم اللي هو مسبب الأسباب مسبب الأسباب يعني الأسباب هي عبارة عن تأليه الأسباب هو المشكلة لأنه هي نواميس هي قوانين أوجدها الله في هذا الكون لذلك يمكن أن نقول أن الأخذ بالأسباب واجب نعم وترك الأسباب حرام نعم صحيح والاعتماد على الأسباب شرك شرك الأخذ بالأسباب واجب صحيح لا يمكن لذلك شوف حتى في المعجزات كل المعجزات التي خرقت نواميس العادة الله تبارك وتعالى ذكر العمل السبب الذي هو اتخاذ السبب يعني الذي جعل مريم عليه السلام تحمل من غير أب ما الداعي أن يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة فإن يمكن أن يساقط أن يجعل عندها الرطب الجنيد دون أن تهز ولكن كي يعلم الأخذ بالأسباب الذي يفجر الحجر ينابيع ما الداعي أن يقول لموسى عليه السلام اضرب بعصاك الحجر أو اضرب بعصاك البحر يمكن أن كي يعلمه ويعلمنا الأخذ بالأسباب في الإسراء والمعراج الذي سينقل النبي عليه السلام إلى السماء السابعة ما الحاجة إلى وجود البراق إنه الأخذ بالأسباب ولكن هؤلاء وهم يأخذون بالأسباب قلوبهم معلقة تعلقا تاما بالمسبب وهو الله تبارك وتعالى أما الذين يتخذون من دون الله أندادا قلوبهم متعلقة تعلقا تاما بهذه الأسباب قلوبهم متعلقة بالبشر قلوبهم متعلقة بالأنداد والله تبارك وتعالى غائب تماما عن حساباتهم فهم يؤلهون الأسباب هي المشكلة في تأليه الأسباب وإعتقاد أنها المؤثر الأوحد في هذا الكون هي نسبة الفضل إلى الله تعالى هو المقصود الذي قصد به قوله تعالى وَلَا تَقُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ فأنت قد تتخذ كل الوسائل التي تيسر لك السفر من مكان إلى مكان أو النجاح في مهمة معينة لكن الله يشاء غير ذلك فلا يتم لأي سبب من الأسباب فالأسباب موجودة صح نستعين بها نتخذها ندرسها نتوخها ونحضر ما يمكن أن يعرقل أو يضر ولكن إن لم يشأ الله أن يتم الأمر فلن يتم لكن لحظات الضعف تبقى مؤثرة على الإنسان حتى سيدنا مثلاً لوت لما كان في ظرف صعب شديد قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوت لقد كان يآوي إلى ركن شديد لحظات الضعف هذه الإنسانية تعتري لكن ينبغي أن نتجاوز لحظات الضعف هذه وأن نذكر بعضنا ونذكر دائماً أخواننا وأمتنا وأهلنا جميعاً أن لحظات الضعف هذه ينبغي أن لا تستمر وأن نتجاوزها وأن فوراً نتذكر أن هناك مسبباً للأسباب وأن الله قهار لذلك عندما تحدث الله تبارك وتعالى عن سفينة سيدنا النوع عليه الصلاة والسلام بما وصفها قال وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني حملناها على شوية ألواح خشب وحبال مربوطة هذه الصيغة صيغة تقليل من شأنها حتى لا يظنه أو يظن غيره أن الذي أنجاهم هو السفينة الذي أنجاهم ليس السبب ولكنه مع ذلك أمرهم بأن يغنيها أمره أن يبنيها دون أن يعتمدوا عليها ترى هي شوية ألواح وحبال ليست شيئاً عظيماً وصيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يقذفوه في النهر جاءه جبريل ألك حاجة أما قال قبل شوي أما إليك فلا قال أما إليك فلا نعم أما إليك فلا علمه بحال يغنيه عن سؤالي ثقيقة ربط الأمور بالله سبحانه وتعالى أما الآن ببط كل الأسباب بالله سبحانه وتعالى يعني لما قال علمه بحالي هذا يكفي علمه بحالي يغنيه عن سؤالي نعلق كل أمورنا بالسبحانه وتعالى يونس عليه السلام أيضاً وهو في بطن الحوت نعم كان لا ينفك عن التسبيح لكنه بقي سنين عوقب على أمر السياني يعني هي قضية عقب بأن ابتلعه الحوت فهو أيضاً في نسي أمراً مهماً وهو تعلقه بالله عز وجل فبقي بضعة سنين لا قصدك يوسف هذا هذا يوسف هذا يوسف فلابث في السجن بضعة سنين نعم في قضية التعلق بالأسباب في الأخذ بالأسباب والتعلق بها مما يعين الإنسان على عدم الاعتماد على الأسباب أنه كلما اتخذ سبباً من الأسباب أن يتوج اتخاذه للأسباب باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والضراعة بين يديه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله دائماً في بدر في بدر يعني قام بصف الصفوف رص الصفوف وجهز العدو وأعطى خطة القتال ورتب الأمور كلها يعني أخذ الأسباب على أتم وجه ثم بعد ذلك انطلق إلى عريشه يدعو الله عز وجل بضراعة عجيبة اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض حتى سقط الرداء عن كتفيه وظهر بيض إبطيه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني يشفق عليه ويحاول أن يخفف من حالته فهذا يدلنا على أن المرأة إذا اتخذ الأسباب لابد أن يتوج أخذه للأسباب باللجوء والضراعة بين يدي الله وهذا معنى التوكل الحقيقي وهذا هو لذلك قالوا القلب يتوكل يعتمد والجوارح تعمل جوارح تعمل والقلب يعتمد اعتماداً تاماً على الله تبارك وتبارك طبعاً بعض الناس وقد نمر في لحظات من حياتنا بذلك يكون قد ظن أنه اتخذ كل الأسباب الموجبة لتحقيق ما يريد نعم ولا يتحقق فيصاب بحالة من الإحباط طبعاً أنا عملت كذا وعملت كذا ثم أتبعته بكذا ولم أترك شاردة ولا واردة إلا أعددتها وأخذت بها فلماذا لم يتحقق لأن إرادة الله غالبة قد تريد أنت شيئاً وتعد له كل العدة والله سعال لحكمة لا يعلمها إلا هو يريد غير ذلك لذلك كان العلاج لهذا كي لا يكون هناك مدخل للشيطان فيصاب الإنسان باليأس والأحباط قال فلا تقولن لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل ما قدر الله هو ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إنه أنا لو عملت كذا ولو عملت كذا فيصاب الإنسان بحالة يمرض نفسية يمرض نفسياً قل قدر الله هو ما شاء فعل يعني أنا أخذت كل الأسباب وكل الاحتياطات وكل الإمكانيات ولكن شاء الله تبارك وتعالى وهذه معناها العملي إنه أنت خلص ما تظلش واقف عند نفس النقطة وكأن حياتك تجمدت هناك خلص ما صارش هذا الأمر انطلق ابحث عن باب آخر تتركه أو طريقاً آخر تسلكه ولا تظل تعاني من قضية أنه لماذا لم يحدث ما كنت تواقاً لرؤيته ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه والأمة من بعد أصحابه دائماً على يعني الثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى وهذا مثلاً ما جاءه خباب من الأرد هو يقول يا رسول الله أيها فعلوا بنا كذا وفعلوا بنا كذا وفعلوا بنا كذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بأنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيدفن في التراب ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين أو يمشط بأمشاط الحديد لا يصده ذلك عن دينه والله ليسيرنا الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون في الهجرة في الهجرة وهو مطارد ويعني وضعت مئات المكافآت للقبض عليه ومع ذلك هو ثقته بالله لا تتزعزع وهو يقول لسراقة ارجع لو لبست سواري كسرة كان دائما يلفت نظر الأمة إلى الثقة الكاملة بالله حتى في أشد الأوقات صعوبة وقسوة وشدة في الخندق أيضا في الخندق نحتاج أن تظهر حالة التعلق بالله وأن المؤمنين أشد حبا لله في الأزمات أكثر من غيرها لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى رب المؤمنين على أن يكون تعلقهم في الأزمات بالله وحده حتى رباهم على أن النبي الذي بين أيديكم ستفقدونه فلا يكون أن نتعلقكم بأحد إلا بالله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول نزلت وما محمد لما قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإم مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين مرت الأمة بأزمة كارثية أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعاشوا على هذا الذي تربوا عليه فخرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ودائما الإنسان يتعلقه المطلق بالحي الذي لا يموت إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فما بالنا بهؤلاء الأنداد من البشر الحكام أو الرموز أو أصحاب الجاه أو أصحاب المناصب أو أصحاب الأموال كلهم سيموتون والعاقل هو الذي يتعلق بالحي الذي لا يموت أبدا سيموتون ويوم القيامة سيتبرؤون ممن تبعهم وكان ينافقهم ويسير في مراكبهم لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا علمه بحالي يغنيه عن سؤال أما إليك فلا هو يعرف كل شيء يعرف كل شيء يعني البشر البشر لا يمكن أن يكونوا مؤثرين حقيقيين لذلك وهذا المعنى نحتاج أن نربي عليه أطفالنا نعم النبي عليه الصلاة والسلام أردف ابن عباش وهو غلام غلام صغير قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السلام الإنسان عندما يصل إلى قناعة أنه لا ضار ولا نافع إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله ولا مؤثر في هذا الكون إلا الله وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما في كون الله إلا ما أراده الله لا يمكن أن يخاف أحدا ولا يمكن أن يتعلق قلبه بأحد إلا بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر